العصيد وجبة شعبية يمنية تحضر من القمح والماء فقط وهي الغذاء الوحيد لكثير من اليمنيين في مخيمات النزوح هنا الجوع قاسم مشترك والحرمان من المساعدات سبب كاف لتضاعف أعداد حالات سوء التغذية إلى 150 ألفا بين الأطفال والأمهات بحسب تقرير خطة الاستجابة في محافظة مأرب لا يوجد تغذية غاب خالص بالمخيم ولا في حاجة هذا كما ترونه دونا هذه الغداء والعشاء والكل كلهم من هذا العصي ما معاناش ولا في لامنادي ولا في مدرم مخيمات ولا في اهتمام حتى من الدولة ومن أي مكان طيب برنامج الغداء العالمي يصرف ما يصرف شوانا ما حصلناش ولا قصرف لنا مرة في السنة هذه كما ترون احنا في الخيام ثمانية أفرد داخل خيمة من أب واربع عيال ثنتين بنات ما معاناش أي حاجة بمقاومة الحام ما فيش انعدام الأمن الغذائي للأسري يضاعف العباء على المستشفى الميداني في مخيم السويداء بمأرب والذي يستقبل يوميا العشرات من حالات سوء التغذية ومع عدم توفر كميات كافية من الأدوية ومحالي للتغذية يتم توزيع الحالات إلى مراكز أخرى البنت أول مرة معنا وسمي عالجناها ما بش تغذيه وذي الحين الولد ما بش أكل هذا سواء ولا الحالات الأسف الشديد في إجدياد يعني تحصل في البيت الواحد أثنين ثلاثة مصابين بشو التغذية أطفال برضو تجد تشوف الأم حامل وتعاني من سوء التغذية هناك حالات سوء تغذية بين الحوامل المنتشرة بشكل كبير وحالات سوء تغذية بين أطفال منتشرة بشكل كبير جدا في المخيم وهذا يعود إلى المستوى المعيشي والوضع المادي والتغذية المتدنية في أوساط النازحين منذ العام 2020 وفجوة الأمن الغذائي تتسع في مخيمات النازحين بمأربة مع انخفاض حجم المساعدات إلا أن هذا العام يعد الأكثر سوءا مع صرف سلة واحدة لمن بقيت أسماؤهم في كشوف برنامج الغذاء العالمي منذ مطلع العام الجاري تزداد شكاوى النازحون في محافظة مأرب من انعدام الأمن الغذائي مع توقف برنامج الغذاء العالمي من صرف مساعداته معها ترتفع حالات سوء التغذية بين الأطفال والنساء محمود الحميدي الحدث مأرب